مرحبا مواليد برش الحوت كيف بدي يكون الأسبوع الأخير من هيدا الشهر يلي هو شهركن مواليد برش الحوت الشمس كانت موجودة ببرشكن أشبعتكن بطاقات حلوة عطيتكن أمل بسنة جديدة الكل عيد عيد ميلاده وطاوى صفحة من حياته وعم بيبدأ بلش صفحة جديدة بهذا الأسبوع انتو بتعرفوا انه الشمس موجودة بالبيت التاني عنكن برش الحمل عنا أيضا عطارد موجود ببرش الحمل لكن في عنا الزهرة ببرشكن عم بيساعدكن بطريقة كتير حلوة أخدتوا طاقات ممتازة مواليد العشرية الأولى والتانية دعمتكن في الأسبوع السابقة هلأ في عنا الزهرة عم بيساعد مواليد بعض المواليد من العشرية إن كان مواليد شهر أدار مارس المشكلة هي بكوكب المريخ وزحل طبعا وفي عنا نابتون كوكب المريخ موجود ببرشكن هذا الأسبوع فبدنا نشتغل على بيدقة خلال هذا الأسبوع مع إنه لا يوجد سلبية لأنه بهذا الأسبوع في ثلاثة أيام كتير حلوين وحاول بده تنصب فيها جهودكن لحتى تنجحوا وتخلصوا وتنهوا شهر أدار مارس وإنتو بالكم مرتاح في عنا منبلش مع الثانين والثالاثة تنين والثالاثة الأمر موجود ببرش الميزان في عنا خصوف للأمر برش الميزان رح نحكي عن تأثيراته الإيجابية هلأ مواليد برش الحوت خلال هالفترة الشمس معكن والأمر ببرش الميزان يلي هو عم بيساعد يلي هو عم بيقدم وكأنه عم بيتفشكن يلا روحوا يلا حكو يلا ساعدوا حالكن تعبتوا بالأيام الثلاثة اللي مرقوا قبل ما توصلوا للثانين يعني إن كان بثلاثة عشرين كان بأربعة عشرين تعبتوا شوي هلأ أمتوا صرتوا على عتبة نجاح عم تقطعوا إلى مرحلة أفضل طبعا السبب هو يعود لوجود الزهرة ببرشكم وهيدا الأمر ببرش الميزان صديق بيساعد لكن الدقة مطلوبة التعاون مطلوب الأخد والعطى مطلوب ما فيكن تبكوا ما فيكن تضيق وما فيكن تسكروا على حالكن بمعنى إنه ما بقى تاخدوا طاعتوا بد يكون في حوار بينكم وبين الآخرين وبدكن تتقبلوا بعض الأفكار المختلفة هذا الاختلاف إذا وفقتوا عليه بيساعدكن تحلوا أكبر مشكل الأربعة الخميس والجمعة الأمر موجود ببرش العقرب لحتى يساعدكن وتطلعوا من هالهوة من هالغرق بفنجان القهوة وتطلعوا إلى شرط الأمام فترة أكثر من رائع رائعة 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 بتساعدكن تكونوا نواة لمشروع أو لمبادرة حبيين تاخدوها والنجاح بيكون لإلكون وبيبقى عليكم أنتو تاخدوا القرار شو بدكن تعملوا وتنهو هيكي بتنهو الشهر هون الجمعة المساء ساعة عشر المساء توقيت بيروت الأمر بيروح لبرش القوس بيبقى كل السبت كل الأحد صحيح في عنا مثلثات فلكية بالفلك عم بيبرموا ويدوروا لكن بالنسبة لإلكون يمكن يخلقوا بعض الظروف الدقيقة يلي بتطلب منكن المزيد من التحمل وأيضا المزيد من الهدوء يمكن بسبب لأنه هي عطلة أسبوع يمكن لأنه فيه يمكن لقاءات عائلية ما كتير مبسوطين فيها أو يمكن لأنه في مبسوطين فيهم لكن عنكن حماسة وبدكن كل شي يكون بيرفكت أو يمكن لأنه في عنكن شغل في الناس عم تشتغل أيضا أو يمكن عنكن ابتحانات عم بتحضروها فحاولوا أنه تنهو الشهر بطريقة لبقى وجيدة وما تنسعوا أبدا كل محاولاتكم كل مشهودكم اللي اشتغلتوا عليه لحد تتضلكون ناشحين طبعا ما بننسى أنه كوكب المريخ موجود ببرجكون هيدا الأسبوع بدأت تنتبه كتير مواليد عشرين لسبع عشرين شباط فبراير رجاءا سوقا ما هلكون بعدوا عن السرعة كليا المشكل يمكن يكبر إذا ظهر فكونوا جدا حذرين بيبقى عنا أيضا تأثيرات من الزهرة الزهرة تأثيراتها بالطال 6 ل 15 أدار مارس بتساعدكم أو 14 أدار مارس بتعطيكم تأثيرات حلوة بتأويكم بتعطيكم نجاحات كتير كبيرة حظ عاطفي أيضا الأمور العاطفية ممتازة بتساعدكم أيضا وطبعا كوكب سحل ما فينا ننسى بإلكون كونوا حذرين مواليد 2-3-4 أدار مارس فحاولوا إذن بهذا الأسبوع تختم الشهر بطريقة ممتازة صار عنكم كل المعطيات وإذا أعنكم أي سؤال حطوا عندي على الكومنت تابعوني بالأبراج الشهرية للمزيد من التفاصيل وأيضا تابعوني مع الأبراج اليومية إلى اللقاء باي باي